المجالس التعليق المنذري رحمة الله عليه ما زلنا في كتاب اللباس والزينة ما زلنا أيضا في الأحاديث المتعلقة بأحكام الحرير والذهب سبق أن ذكرنا بأن الذهب والفضل محرمان على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال لإناثها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في الحرير للضرورة والحاجة كما رخص لعبد الرحمن بن عوف للزبير بن العوام لحكة كانت فيهم يعني مرض أكزيمي مرض حساسية جلدية فيجوز لمن به مرض جلدي ووصف له الطبيب اللباس الحرير أن يلبسه في ما يكون على جلده فلا بأس بذلك الضرورة والحاجة فإذا زال المرض رجع التحريم إلى ما كان عليه ورخص العلماء في يعني استعمال الحرير تبعا لا استقلالا وقدروا ذلك بأربعة أصابع للنص للنص والأكمل والأفضل للإنسان أن يبتعد عن الحرير مطلقا إلا لضرورة أو حاجة وإذا كان شيئا يسيرا وهو تابع غير أصل فلا حرج فلا حرج لأن التابع لأن التابع لا يستقل بالحكم لا يستقل بالحكم مدام أنه يسير وأما الذهب فالنبي عليه الصلاة والسلام لبسه في أول الأمر ثم طرحه وكريهه كراهية شديدة وحرمه على الأمة وبيّن عليه الصلاة والسلام بأن من لبس الحريرة والذهب في الدنيا لم يلبسهما يوم القيامة ووقفنا عند حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي عليه الصلاة والسلام رأى خاتما من ذهب الخاتم معروف وهو الذي يوضع فيه أصابع اليدين أو أحد أصابع اليدين أحد أصابع اليدين والنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لبس الذهب كما ذكر خاتم من ذهب ثم انطرحه وكرهه وحرمه وبلغ الأمة بذلك صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر بيده ولذلك أخذ الخاتم فنزعه من أصبع الرجل أنكر بيده عليه الصلاة والسلام قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان والتغير باليد راجع إلى الإمام السلطان أو الحاكم أو من يستمد سلطته وقوته من الحاكم وكذلك لمن له ولاية على أولاده أسرته له أن يغير بيده أما غيروا هذين الصنفين فإنهم يغيرون باللسان فإن لم يستطيعوا فبقلب الأمر الآخر دل الحديث على أن لبس الذهب للرجال تحريمه شديد بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بنزعه من أصبع الرجل وإنما طرحه في التراب وفي الأرض طرحه في التراب وفي الأرض وهذا يدلنا على المبالغة في الإنكار وبيان خطورة لبس الذهب بالنسبة لي بالنسبة لي الرجال الأمر الآخر أن لبس الذهب للرجال عقوبته النار لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده وهل يعاقب الإنسان بالنار بحيث أنه كليا يدخل النار أم يعني جزئيا بمعنى أنه في الموضع الذي وضع فيه الخاتم يعاقب في هذا الموضع أم أن العقوبة هي حرمانه من ذهب الجنة هذا كله أقوال طبعا القول الأول ضعيف وهو أنه يعذب في النار يعني بأكمله وتبقى المسألة بين القول الثاني والقول الثالث وسبق أنني ذكرت هذا فيما مضى من المجالس أمر آخر الرجل هذا بلغ فيه من الاستجابة لله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ترك الخاتم ولم يأخذه مع أنه غير محرم عليه إذا أهداه لزوجته أو لأحد نسائه أو أن يبيعه عن امرأة فينتفع بثمنه لكن الرجل لما رأى إنكار النبي عليه الصلاة والسلام الشديد قال والله وأقسم على هذا قال لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على الاستجابة العظيمة ولذلك يجب على الرجل أن يتنبه لهذا خاصة بعض الرجال الذين انتشرت عادة في بلدهم وفي مجتمعاتهم من لبس ما يسمى دبلة الخطوبة وخاتم الخطوبة من ذهب هذا المرأة هذا المرأة أما الرجل فلا لا يجوز له أن يلبس الذهب في مناسبة أو في غير مناسبة ويمكن أن يلبس الفضة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما الفضة فالعبوا بها فلابد للمسلم أن يستجيب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وأن يحذر منه أن يحول الله بينه وبين قلبه تسأل الله العافية والسلامة وأن لا يجعل أمور الدين خاضعة للعادات والتقاليد بل يجعل العادات والتقاليد خاضعة لدين الله يعني ينظر هل ورد نصف القرآن والسنة هل أمر الله بشيء هل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء لا يستسلم الإنسان والله يقول الله هذه عادتنا طيب العادات الأصل فيها الإباحة والحلوة الجواز إلا ما جاء النص بتحريمه فجاء النص بتحريم لبس الذهب وأباح النص بلبس الفضل للرجل والمرأة تلبس ما شاءت الذهب والفضل فيتنبه الإنسان لهذا ويستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه خاتم من ذهب فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار نجران بلد معروف وقدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في عام الموفود وناظروا النبي عليه الصلاة والسلام ورد عليهم وأفحمهم عليه الصلاة والسلام ثم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل معهم رجلا أمينا فقال سلم لأرسلن معكم رجلا أمينا حق أمين فقم يا أبا عبيدة فأرسله إليهم والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى في يد هذا الرجل خاتم من ذهب أعرض عنه والإعراض يحتمل معنية أعرض عنه بالكلام بحيث أنه ما كلمه والنوع الثاني أو الأمر الثاني أعرض عنه بالفعل بحيث أنه أشاح بوجهه أو أعطاه ظهره وجنبه هذا أيضا نوع من أنواع الإعراض والذي يظهر بأن الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك واضح بأنه سأل يا رسول الله ماذا فعلت فقال له إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار وهذا يدلنا على أن العالم وطالب العلم والداعية إذا أنكر أمرا أن يبين السبب يبين السبب لأن بعض الناس الآن يقول هذا حرام هذا لا يجوز طيب ما هو السبب الناس يريدون أن يستفسر المسألة ليست مصادرة فقل لهم مثلا هذا حرمه الله هذا حرمه رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا أجمع العلماء على تحرينه مثلا طبعا برفق وليل أنا ذكرت الآن هكذا لكن أقصد برفق وليل لما تنكر منكر أو تعلم شخص ويطلب منك الدليل ويطلب منك السبب اللي يجعلك مثلا كذا أوضح له ولأجل هذا ربنا جل وعلا قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي يحسن قال جل وعلا قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصر يعني على علم وبرهان وهدى والمعنى بأن الإنسان أيضا يستفيد هذا جانب علمي ودعوي وأنه يبين لا يجوز الإنسان أحمد الآن بعض الناس جاهل يسمع بأن هذا حرام يقول هذا حرام طيب وين الدليل ما يدري طيب لماذا حرام ما يدري ولذلك طالب العلم يكون صدره واسع ولا يعني يتكبر على خلق الله فإذا قلت للشخص مثلا هذا الخاتم لو استبدلته بخاتم فضة أفضل لك وسأل قال لك لماذا وش فيها إذا لبست أنا خاتم من ذهب تقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم إلا لما فيه الفساد المحض أو الراجح بالنسبة لنا لأنه أمين عليه الصلاة والسلام لاحظ بهذه الطريقة بارك الله في الجميع وهذا الحديث يدلنا على أن لبس الذهب لرجال محرم وأن من إنكار المنكر الإعراض وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف إنكاره للمنكر بوجهه أحيانا يعبس أو يقطب جبينة أو يصد ويعرض هذا الدلال على أنه منكر ولكل حالة لها مقامها لكل مقام المقال ولكل حادث حديث بمعنى أن الإنسان لا يجعل هذا منهج مضطرد لا أحيانا بعض الناس إذا أعرضت عنه أعرض عنك ما هميتك صح ولا لا يعني شفت شخص في يده خاتم من ذهب وأعرضت عنه هو يعرض عنكم ولذلك مثل هذا هذا يصرح لمقام النبي عليه الصلاة والسلام يصرح لمقام مثلا لأم المتبوعين اللي لهم كلمة والناس تشرئي بأعناقهم إلى هؤلاء العلماء اللي لهم حضور وكلمتهم مسموعة أما أنا وأنت المساكين لا إذا شفنا على واحد في يدي شخص مثلا خاتم من ذهب نقول له نعلمه أما إذا أعرضت عنه بالعكس يمكن يفرح يقول أعرض عني الحمد لله كفان الله شره هو يقول مثلا لكن أنا أتكلم معه أقول لي يا أخي هذا لو استبدلته دائما إخواني بارك الله فيكم طالب العلم يوجد البدائل وطبعا ليست هي قاعدة مضطردة أن كل شيء لا بد له من بدائل فما وجد له بدائل خلها جاهزة يعني مثلا الآن الذهب محرم على الرجال فإذا قال لك شخص والله أنا عادتنا إحنا الآن نلبس دبلة الخطوبة مثلا من الذهب قل لها الفضة خذ الفضة أفضل خذ الفضة أو الصفر الخاتم من صفر اللون أصفر لكنه ليس فضل هو نحاس هو نحاس وليس ما أقصد النوع الثاني من النوع الذهب لا الصفر قصدي أن أيضا من الحكمة يكون عندك أيضا إيجاد البدائل وأيضا إذا كانت مسألة تعبدية محظة يعني التعبد فيها غير معلل بالنسبة لنا وإلا ما فيه حكم شرعي يخلو من علة وحكمة لأن أحكام الله عز وجل منزهة عن العبث فهذا ما يلزم يعني قضية الاستجابة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام هذا ما يلزم لكن حيانا أن يعلم إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة وعن خليفة بن كعب قال سمعت ابن الزبير من هو ابن الزبير؟ عبد الله عبد الله بن الزبير يخطب ويقول لا تلبسوا نساءكم الحرير فأني سمعت رسول الله صلى الله عفوا فأني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة رواه البخاري ومسلم والنساء وزاد في رواية ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة قال تعالى ولباسهم فيها حرير وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا رواه النساء والحاكم وقال صحيحون على شرطهما في المجلس السابق ذكرت لكم الإجماع على جواز لبس المرأة للحرير والذهب وقلت لكم بأن ابن الزبير رضي الله عنه خالف جمهور الصحابة ولذلك لم يعد قوله خارقا وخارما للإجماع ولذلك قيل بأنه رجع ابن الزبير عن ذلك بعدما ناظره بعض الصحابة وكذلك عقبة بن عامر وما ورد في حديث عمر بن الخطاب لا تلبسوا الحرير فإنه لم يلبسوا في الآخرة هذا عام لكن خص الجواز بالنساء كما جاءت الحديث المتقدمة وكذلك حديث عقبة كان يمنع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتم فقد يكون هذا في أول الأمر ثم بعد ذلك نسخ فبقي نسخة فكان جائزا للنساء حراما على الرجال مباح للنساء حراما على الرجال وقد يحمل ذلك على منع الزيادة في الترفه منع الزيادة في الترفه لكن الإجماع منعقد على إباحة لبس المرأة للحرير والذهب وأما الرجال فمحرم عليهم لبس الحرير والذهب إلا بالأمور التي ذكرته وهي مستثنيات من هذا المنع والحديث الآخر ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة قال الله تعالى ولباسهم فيها حرير وهذا يدلنا على أن هذا كبير من كبائر الذنوب لأن عدم دخول الجنة يجب على الإنسان دخول النار ودخول النار إما أن يكون أبدي أو أمدي أما الأبدي فهذا المشركين وأما الأمدي فهذا لمن لقي الله عز وجل من أهل التوحيد بذنوب وكبائر لم يتبع إلى الله عز وجل منها هذا هو المعنى بارك الله فيكم وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل يعني هذا حديث قدسي من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه في حضيرة القدس في حضيرة القدس ومن ترك الحريرة وهو يقدر عليه لأكسونه إياه في حضيرة القدس حديث عظيم حديث قدسي عظيم وهو يشير إلى أن المؤمن الذي يمنعه إيمانه من شرب الخمر مع قدرته عليه ومع توفر الأسباب لشربه وكذلك المؤمن الذي يمنعه من لبس الحرير الإيمان مع قدرته على شراء الحرير وعلى لبسه هذا يكسوه الله عز وجل من حضيرة القدس وكذلك يسقيه من حضيرة القدس والحضيرة هو الشيء المحاط ما أحاطه يقال حضيرة الغنم حضيرة الإبل المحاط والقدس الشيء المطهر والمقصود بهذا الجنة المقصود بهذا الجنة كناية عن الجنة فالجنة طهرها الله عز وجل طهرها وأعدها للمتقين والمؤمنين وعد فيها لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر والمعنى من ترك الخمر وهو يقدر عليه يقدر عليه أولا عند فلوس يشتريه يقدر عليه أنه قدم له يقدر عليه أنه خلا به ولا يراه أحد إلا الله عز وجل يقدر عليه بأي نوع من أنواع القدر عليه يعني ما يمنعه شيء إلا الإيمان مراقبة الله عز وجل تركه لله سيسقيه الله عز وجل من شراب أهل الجنة كذلك الحرير قادر عليه بعض الناس يقول الحمد لله أنا عندي القدرة على شراء الحرير ما عندي مشكلة فتركه لله أيضا ألبس الله عز وجل من لباس أهل الجنة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يسقيه الله الخمر في الآخرة فليتركه في الدنيا ومن سره أن يكسيه الله الحريرة في الآخرة فليتركه في الدنيا فليتركه في الدنيا ولذلك المؤمن العاقل الكيس الفطن هو الذي لا يقدم الفاني على الباقي ما يمكن الإنسان يقدم الفاني العاقل الفاني على الباقي الخمر في الدنيا يبقى ما يبقى الإنسان في الدنيا يبقى ما يبقى هذه أصرا ليست بدار قرار وليست بدار خلود وليست بمحل إقامة دائمة هذه إقامة مؤقتة مثل فندق نزلت وستخرج منه في يوم الأيام هذه الدنيا دار نجعة ومحل نقلة الثاوي فيها راحل وأيامها بالنسبة لك أيها العبد مراحل ومن نظر في الأمام ومن من حوله وقوافل الموتى يوميا تنتقل إلى الدار الآخرة اعتبر والذكر والتعظ ولذلك الإنسان العاقل الكيس هو الذي يصبر الآن لما يصوم الناس رمضان ويتركون الطعام والشراب لأجل ماذا؟ لأجل أن ينجوا من حرية ومن القيام حر الشمس ومن القيام يتركون هذا كله لله لما يصلوهن ويجتهدون كله لله عز وجل ولذلك كذلك يعني هذه المحرمات لا ينتهك الإنسان حدود الله سبحانه وتعالى حتى يعوضه الله عز وجل الجزاء الأوفى ويسقيه من خمر الجنة ويلبسه من حرير الجنة ولذلك الكيس العاقل الفطن هو الذي يترك الفاني هذا لأجل الباق لأجل ما يبقى ويدوم ومن شربها في الدنيا حرمها في الآخر ومن لبس الحريف الدنيا حرمه في الآخر وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للنساء من الأحمرين الذهب والمعصفر الذهب والمعصفر طبعا المعصفر سبق ذكره وكذلك الذهب وهذا الحديث فيما يظهر الله تعالى أعلم حمله العلماء ممن صححوه على عدم أداء حق الله فيه وهو الزكاة هذا الذي يظهر الزكاة بمعنى أن المرأة إذا كان عندها ذهب فإنها تزكيه ومسألة زكاة الذهب مسألة خلافية بين الفقهاء فإذا كانت المرأة اشترت الذهب لكنزه والتجارة فيه مثلا فإن هذا فيه الزكاة بإجمع أهل العلم وأما إذا كانت المرأة اقتنته لأجل اللبس والتزين والتحلي به وليس بغرض التجارة والكنز فالمسألة خلافية فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة فيه ما فيه زكاة أما الحنفية فذهبوا إلى وجوب الزكاة فيه ذهبوا إلى وجوب الزكاة فيه والراجح هو قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا زكاة في الذهب الملبوس الذهب الحلي وفصلت هذا في كتب الفروع كثيرا لكن ذكرته هنا استطرادا للفائدة والعلماء يحملون هذا على الذهب المكنوز لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للنساء من الأحمرين إنما المكنوز وأما المعصفر فسبق ذكره لعل يأتينا أيضا إن شاء الله فيما يأتي قال وعن عبد الرحمن بن غون من الأشعري رضي الله عنه قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمة أقوام يستحلون الخمر والحرير وذكر كلاما قال يمسخ منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة هذا سبق الكلام عليه فيما مضى من الأبواب والمقصود خلاصة الكلام في هذا الباب حل الحرير والذهب للنساء وحرمة الحرير والذهب للرجال وهناك استثناءات ذكرت بعضها قبل أقلي قال رحمة الله عليه الترهيب من تشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل في لباس أو كلام أو حركة أو نحو ذلك هذا باب عظيم ربنا جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم وكرمه جل وعلا قال سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البرد والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيل وقال جل وعلا فيما يخص الذكر والأنثى قال وليس الذكر كالأنثى فالله عز وجل خلق الذكر وركب فيه أعضاء وركب فيه أمور وخلق الأنثى وركب فيها أعضاء وركب فيها أمور فما بين الرجل والمرأة يشتركان في كثير من الأشياء ويختلفان في كثير من الأشياء ولأجل هذا ربنا جل وعلا حينما ذكر النساء ذكرهن وأنهن محتاجات إلى التحلي والتزين قال جل وعلا أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين والمعنى أن المرأة تحتاج إلى كثير من الأشياء التي تكملها حيث التزين والتجمل لزوجها لنسائها يعني بينما حارمها بينما الرجل لا في الغالب أن الرجل يعني لا يحتاج إلى مثل هذه الأشياء إلا في أمور تكليفية فيما يتعلق طبعا بالنظافة التجمل للصلاة الشيء لكن بعض الإضافات يعني مثلا سمونا المكياج خلونا الآن مصطلحات الحالية المكياج هذا تحتاج المرأة لكن الرجل ما يحتاجها ما يحتاج المكياج مثلا بعض الأمور ولذلك الله عز وجل جعل فيه الرجل الخشونة والرجولة وجعل فيه النزوع إلى القوة وجعل في النساء الليونة والنعومة هذا خلق الله سبحانه وتعالى يعني يروى عن عائشة رضي الله عنه وهو محل كلام من جهة الإسناد فيه متكلم فيه قال والذي تقول والذي جمل الرجال باللحة والذي جمل النساء بالذوائب بالذوائب يعني الظفائر فإذا هناك أمور يتميز بها الرجل وهناك أمور تتميز بها المرأة ولذلك في شريعتنا المتأمل في النصوص أنها جاءت لتفرض شخصية كل مسلم من خلال قيامه بأعمال معينة تخصهم والانحراف بهذه الأعمال بحيث أنها تكون اقتباس من صفة أخرى فإن هذا شذود وانحراف وانقلاب في الصورة مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتشبه بالشياطين في الأكل والشرب الشيطان يأكل ويشربه بالشمال وكان يقول يعني كل بيمينك واشرب بيمينك نهانا عليه الصلاة والسلام عن عقبة الشيطان في الصلاة بحيث أن الإنسان يضع عليته على الأرض ويفرج بين رجليه هذا تشبه بالشيطان؟ تشبه بالشيطان من حيث لأن الشيطان من ما أخذ من شطنا إذا بعد وقيل إذا شاط الغضب وما الغضب أشياء كثيرة نهانا أن نبي عليه الصلاة والسلام أن تشبه بالبهائم ولذلك إذا تثائب أحدكم إذا تثائب الإنسان لا يظهر صوت لأنه إذا أظهر الصوت شابه حيوان من الحيوانات المعروفة إذا تثائب فلذلك يكظم المتثائب ويكتم والتثائب من الشيطان العطاس من الله سبحانه وتعالى ونهانا عن نقرة الغراب وعن التفات كالتفات الثعلب وغيرها أيضا نهانا عن تشبه بغير المسلمين ولعل سيأتي إن شاء الله مزيد بيان في قواعد وضوابط معينة فيما يتعلق بالصناعات والأمور هذا الناس يشتركون فيه فالمسلم يتشبه بغيره في الصناعات في الأمور التي فيها التطور والتقدم هذه كلها أمور قد يتأكد على المسلم أن يتشبه بغيره لأن فيها نفع للجنس الإنسان في أشياء لا بالنسبة هي من خصائصهم كدين وعادات خاصة بهم هذا ممنوع في أشياء لا أصلا سلبت خصوصية منهم مثلا مثل لبس البنطال خلاص أصبح ليس خاص بهم لأن الناس كلهم يلبسون الناس كلهم يلبسون في أمور قد يكون لسد الذريعة يعني مثلا التغميض تغميض العينين في الصلاة أنكره الصحابة حديث عائشة قالوا هذا من فعل اليهود طيب إذا احتاج المسلم لمصلحة راجحة يجوز له أن يغمض العيني فلا يقال بأنه تشبه وإنما يقال سد للذريعة وأيضا فيه تحقيق للمصلحة وسد للمفسد هذا باختصار وإن شاء الله سنتحدث عنه بتوسع الباب اللي عندي الآن هو حرم التشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل سواء بالكلام أو باللباس أو بالحركات أو بالحركات لأن هذه في الغالب هي التي تدفع الناس إلى التشبه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ما معنى لعنة؟ مرت معنى كثيرا اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله طيب ماذا يفيد اللعن من حيث الحكم؟ أنه كبير من كبائر الذنوب لماذا؟ لأن قلنا لكم بأن ضابط الكبير ما هو؟ هو ما كان فيه حد في الدنيا أو لعن في الآخرة قبل في الآخرة وذكر العلماء بعض الضوابط أيضاً الأخرى عموماً بالنسبة لهذا التعريف الشاهد وين؟ لعن ما ورد فيه لعن في نص من النصوص دل على أنه كبير من الكبائر فتشبه الرجل بالمرأة في صوتها في لباسها في حركاتها يكون ملعوناً على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم تشبه المرأة بالرجل في صوته في كلامه في لباسه في حركاته أيضاً تكون ملعوناً على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي رواية البخاري لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء المخنثين المخنث هو التخنث هذا هو التكسر والتثني التكسر والتثني لأن التكسر والتثني والتغنج هذا من صفة النساء فإذا جاء رجل فبدأ يفعل فعل المرأة من التغنج والتكسر والتثني الميلان والليونة وشيء من هذا القبيل هذا ملعون نسأل الله العافية والسلام كذلك في المقابل المترجلات من النساء المترجلة هي امرأة فترجلت إما بحركة الرجل يعني غيرت حركتها هي حركتها غير ذلك فغيرتها إلى حركة رجل إما بغلظ صوتها تغلط صوتها وتخشن صوتها إما بأن تلبس نفس لباس الرجل لأن الألبسة على ثلاثة أقسام قسم خاص بالرجال قسم خاص بالنساء وقسم مشترك والقسم المشترك لا كلامة فيه أحيانا بعض الأحذية مشتركة بين رجال والنساء يعني في حذاء يلبس الرجل أو المرأة ما في مشكلة أحيانا البال طوات في وقت الشتاء معروف أنه مشترك وإن كان في الغالب يعني تتميز لكن إن وجد مثل ما يسمى بالفروة الفروة يلبسونها البادية تحديدا يلبس الرجل والمرأة لأن الجو بارد زين فيه لباس للرجال خاص به ولباس للنساء خاص به فالمرأة التي تلبس لبسة الرجل هذه ملعونة والعياذ بالله على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كذلك ما يتعلق بمسألة الهيئة فأن تقوم المرأة مثلا فتقص شعر رأسها مثل الرجل تماما سواء بسواء كرأس الرجل فهذا والعياذ بلا تشبه هذا ترجلت الآن يعني أصبحت مترجلة أصبحت مترجلة فهذا أيضا لعنهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال يعني الذين عندهم من التكسر والليونة والتغنج والتمايل أو حركة المرأة عموما حركات المرأة هذا ملعون سواء يعني جر ذلك إلى صفات أخرى أم لم يجر كذلك المترجنات من النساء التي يتشبهن بالرجال بحيث مثلا تقص شعرها مثل شعر الرجل أو مثلا تلبس ثوب مثل لباس الرجل تماما يعني مثل لبسة الرجل حتى أنت إذا رأيتها مثلا من بعيد ظلنتها رجل فإذا اقتربت منك تبين أنها امرأة هذا لعن يا أخواني وأخواتي تنبهوا لهان بعض الناس الآن يقولك أنا عيش مع الموضة لا ما يجوز يعني ماك الموضة تتوافق مع الشرع ماك الموضة تتوافق مع الشرع فتنبهوا لهان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل ذكرنا هذا هذا في اللباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة نسأل الله العافية والسلام طبعا العدد لا مفهوم له لأن عندنا قاعدة في أصول الفقه أن العدد لا مفهوم له بمعنى أن العدد غير مقصود هنا لأن عندنا اجتنب السبع الموبقات وعندنا كذا عدد لا يدخلون الجنة فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبي إلى جنس من الناس فقال ثلاثة في مقام وفي مقام آخر قال ثلاثة في مقام آخر قال سبعة وهكذا العاق لوالديه نعوذ بالله العقوق وهذا من أعظم الذنوب أيضا ومن كبائر الآثام من كبائر الذنوب ولذلك الله عز وجل ما ذكر حقه غالبا في القرآن إلا وعقبه بذكر حق الوالدين والعقوق ليس فقط هو الأذية أذية الوالدين بالقول أو بالفعل أو بالإهمال يعني أحيانا بعض الناس يهم الوالدين هذا عقوق أحسن يسيء إلى والدين بالكلام هذا عقوق أحسن يسيء إلى والدين بأذية بدنية مادية حسية هذا أيضا عقوق من العقوق أيضا إدخال الحزن على الوالدين هذا عده العلماء من العقوق إدخال الحزن على الوالدين هذا نوع من أنواع العقوق وعمماً الكلام حول مسألة العقوق سيأتي لها باب مستقل بإذن الله جل وعلا ونتحدث فيه قال والديوث والرجلة ورجلة النساء رواف النساء والبزار قال الحافظ المنذري الديوث هو الذي يعلم الفاحشة في أهله ويقرهم عليها هذا الديوث والعياذ بالله لأن الصحابة سألوا من هو الديوث فقال الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله يعني يعلم بأن أهله يمارسون الزنا أو الحرام يقرهم يرى أو يرى مثلاً الغرباء يدخلون على زوجته أو على بناته أو على محارمه وهذا يعني لا يزعجه ولا يحرك ساكناً ولا يزعج قاطناً أو العياذ بالله من يسمح للناس يقبلون زوجته مثلاً أو يحتضنونها هذا كله من الدياثة والعياذ بالله يعني يسمح للأجنبي يقبل زوجته أو يحتضنها مثلاً هذا من الدياثة ولذلك هنا قال هو الذي يعلم الفاحشة في أهله ويقرهم عليه الفاحشة يعني الزنا وكل ما كان طريق إلى الزنا فيأخذ الحكم لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد الوسائل تأخذ أحكام المقاصد فالوسيلة إلى الحرام حرام والوسيلة إلى المكروه مكروهة فإذا هو ما رأى بعينه أن تفعل الفاحش لكن يرى بأن هناك من يدخل بيته من رجال الأجانب يدخلون إلى بيته ويغلقون الباب هذا أيضاً من الدياثة والعياذ بالله نسأل الله السلام والعافية الشاهد وين قال ورجلة النساء رجلة النساء يعني المرأة التي تتشبه بالرجال تتشبه بالرجال هي مرأة لكن تتشبه بالرجال في كلامهم في لباسهم في حركاتهم هذه أيضاً ملعونة على أو هذه لا تدخل الجنة وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر قالوا يا رسول الله أما مدمن الخمر فقد عرفنا فما الديوث قال الذي لا يبال من دخل على أهله الوصف اللي ذكرت أنا قبل قليل قال الذي لا يبال من دخل على أهله قلنا فما الرجلة من النساء قال التي تشبه بالرجال تشبه بالرجال هكذا فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعنى بارك الله فيكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم تشبه الرجال بالنساء وأيضاً حرم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ولعلي أذكر هنا بعض الضوابط والقواعد في هذه المسألة الهامة ليستفيد وينتفع بها كل من يستمع إلينا ويتابعنا عندنا الضوابط مهمة كل ما اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً فإنه لا يجوز للمرأة أن تتشبه به كل ما اختص بالرجال شرعاً أو عرفاً وعادة فأنه لا يجوز للمرأة أن تتشبه به ما دام أنه من خصائص الرجال وكل ما اختص به النساء شرعاً وعرفاً وعادة فنلا يجوز للرجال أن يتشبه بالنساء في هذا الأمر حتى في مسألة الكلام والنطق والإشارة أيضا قد يوجد بعض النساء اختصصنا بإشارة معينة مثلا يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة في مثل هذا طبعا ذكرنا نحن مسألة لبس الحرير والذهب هذا تشبه نوع من أنواع التشبه يقول شيخ الإسلام ابن تيمي رحمة الله عليه إن الأصل في ذلك ليس هو راجعا إلى ما يختاره الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه فإنه لو كان كذلك لكان إذا اصطلح قوم على أن يلبس الرجال الخمر التي تغطى الرأس والوجه والعنق والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس وأن تلبس النساء العمائم والأقبئة المختصرة ونحن ذلك أن يكون هذا سائغا وهذا خلاف النص والإجماع خلاف النص والإجماع ولذلك لو جاءت مثلا قالوا والله الآن المجتمع يعني يسمح بأن أصبح عادة رجل يلبس لبسة المرأة يلبس مثل لباس المرأة أهل هذا يسوق؟ ما يمكن أن يسوق لأن هذا خاص بالمرأة هذا خاص بالمرأة ولذلك يعني هذه المسألة النبي عليه الصلاة والسلام نبه عليها في هذا الحديث وشدد فيها صلوات ربه وسلام من ذلك أيضا أن يخضب الرجل ما لم يأذن بخضابه الرجل طبعا أذن الله أن يخضب لحيته أن يخضب شعر رأسه مثلا لكن أن يخضب يديه ورجليه لا هذا من خصائص النساء لاحظتم؟ ولذلك لا يجوز للرجل أن يخضب يديه ولا أن يخضب قدمه أساف القدمه لأن هذا من خصائص النساء من خصائص النساء فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد أنه أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال ما باله هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبى بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع فقال يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال إني نهيت عن قتل المصلين فأبعده النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يلوث المجتمع وينقل مثل هذه العادة السيئة لأنه يتشبه بالنساء عندي ضابط آخر كل ما لا حيلة للرجل فيه أو للمرأة فيه فلا إثمع ليه كل ما لا حيلة للرجل فيه أو المرأة فيه فلا إثمع ليه هذه قاعدة مهمة لذلك الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنساء وما استكره عليه والمعنى بأن الإنسان الذي ليس باختياره مثلا يعني قد يكون رجل يمشي مشي تشبه النساء لكن ليس باختياره وليس بطلبه لكن هذا خلق الله عز وجل هنا لا يأثم ولذلك في كلمة جميلة لابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه قال وأما ذنب التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنه يؤمر ويكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج فإن لم يفعل وتمادى دخله الذنب يعني يقال له مثلا لا تمشي هذه المشي لا تمشي هذه المشي فيقول والله أنا هذا خلق الله عز وجل نقول عوذ نفسك عوذ نفسك فهذا يعني هذه مسألة مهمة جدا ولذلك أحيانا قد يحصل يعني امرأة مثلا الآن صوتها خشن مثلا الله خلقها صوتها خشن هذا ما عليها يعني ذنب وإثم لكن نقولها حاولي رجل صوته رقيق جدا هذا خلق الله نقولها حاول فإذا حاولوا ما استطاع وحاولت ما استطاعت لا إثم عليهم أما الرضا بذلك والإبقاء عليه فهذا هو المنهي هذا هو الذي يدخله الذنب ويدخله الإثم يعني الآن عندنا مثلا ذكرنا فيما سبق لبس الخاتم للرجل قلنا بأنه يحرم الذهب على الرجال طيب لو لبس خاتم من فضة قلنا يجوز طيب لو لبس سوار من فضة قلنا لا يجوز لماذا؟ إذا قال قائل طيب أنت قبل قليل تقول يجوز لبس الخاتم من الفضة طيب ما الفرق بين الخاتم والسوار أها دخلنا الآن في باب التشبه قلنا لأن السوار من خصائص النساء من خصائص النساء طيب قلادة يعني يلبس قلادة لا يجوز ويحرم من فضة من ذهب من نحاس من حديد من مثلا قماش من خيوط لماذا؟ هذا من خصائص النساء هذا من خصائص النساء طيب وضع الحلق بالأذن الحلق بالأذن طبعا الذهب محرم على رجل طيب الفضة حرام لماذا؟ لأن هذا من خصائص النساء وضع الحلق في الأذن من خصائص النساء المرأة هي التي تضع الحلق في الأذن أما الرجال فيحرم عليهم ذلك وهذا نوع من أنواع التشبه حتى لو كان من فضة أو كان من خيوط أو كان من بلاتين أو كان من أي نوع من الأنواع لاحظتم كيف الفرق ولذلك من المهم جدا أن نتنبأ إلى هذا الفرق نعم يجوز لبس الرجل الخاتم من الفضة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بذلك ولبسه وأما لبس السوار من الفضة أو من غيرها حتى ولو لم تكن من ذهب فيحرم لماذا؟ من باب التشبه من باب التشبه أيضا هناك أكرمكم الله بعض النعال خاصة بالنساء معروفة يعني بعض النعال أنا قبل قليل ذكرت أحذية حاولت فرقه الحذاء المعروف فبعض الأحذية هذه السود يعني يلبسها رجل المرأة لكن في نعال أكرمكم الله هذه خاصة بالنساء إذا لبسها الرجل تشبه تشبه وفي نعال خاصة بالرجل إذا لبسته المرأة تشبهت ولذلك يقول ابن أبي مليكة قيل لعائشة رضي الله عنها إن المرأة تلبس النعل فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل من النساء الرجل من النساء يمكن الآن أنتم تتفاجأون تقولون كيف النعل لأن النعال هذه النعال في عهد الصحابة كانت خاصة يعني في نوع خاص بالنساء يطلق عليها النعل هو صحيح النعال عام للرجال والنساء لكن لما سألها ابن أبي مليكة لما سأل عفوا إن المرأة تلبس النعل عفوا النعال عام النعال عام لما سألها قال إن المرأة تلبس النعل فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل من النساء فإذن النعال خاص بالرجال هذا الأصل النعال خاص بالرجال ولذلك يقول النبي عليه الصلاة صلوا في نعالكم وما تلبسه المرأة نعال لكن اشتهر على أن ما تلبسه المرأة لا يسمى نعلا وإن كان من حيث الأصل والمسمى فلما كان النعال خاص بالرجال وتأتي مرأة تلبس هذا قصدا وعمدا واختيارا تشبهت أما إذا لبسته لضرورة أو لحاجة فلا ولذلك الآن النعال على ثلاثة أنواع في نعال خاصة بالرجال وفي نعال خاصة بالنساء وفي نعال مشتركة يعني مثل اللي في البيت مثلا في أكرمكم الله بعض النعال والأحذية في البيت يلبسها الرجل يلبسها المرأة هذه لا إليس بيتشبه لكن ما كان خاصا بالرجل لا تلبسه المرأة وتخرج به ما كان خاصا بالمرأة لا يلبسه الرجل ويخرج به ويخرج به لاحظتم بارك الله فيكم ولذلك من المهم جدا أن نعرف هذه الضوابط وأن نعرف هذه القواعد المتعلقة في مسألة التشبه والمقصود بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبقي سنة الله الكونية القدرية فيما خلق سبحانه وتعالى فالرجل رجل والمرأة مرأة والله جل وعلا أعطى الرجل بعض الصفات وأعطى المرأة بعض الصفات فتشبه أحدهما بالآخر تغيير لسنة الله عز وجل الكونية القدرية وأيضا فيه إضعاف لهذا الجنس سواء كان رجل أو امرأة وتتداخل الأمور وتشتبك ولذلك جاء النهي من النبي عليه الصلاة والسلام بحرمة ذلك أعتقد أخذنا وقت لا بأس به وبرك الحمد لله ما حصل من الأحاديث إن شاء الله ندخل في الأبواب القادمة ما زلنا في كتاب اللباس والزينة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح وسبحانك اللهم وبحمدك شدوا أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته